ده السيناريو اللي جاي السيناريو الساسبنس والإصارة سيناريو بداية الموسم الفعلية والحقيقية اعتبارا من يوم عشرين خد عندك واحد بطولة السوبر الأفريقي للأهلي إن شاء الله بإذن الله لو وصل للمرحلة النهائية أو وصل للمباراة النهائية يعني هيكون عنده ست مباريات في منتهى القوة بداية من عشرين أكتوبر لـ 11 نوفمبر ندخل بعدها في تصفيات منتخب مصر لكاس العالم ثم نرجع للدوري وبدأت دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا ثم بطولة كاس العالم ثم كاس أمم الأفريقية ثم نوكاوت في دوري أبطال إفريقيا ثم تكملة الموسم مشوار صعب جدا 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 بالنسبة لعبة الأهلي السندي والبداية مع ضيفي النهاردة فيه السادسة كابتن سعيد عبدالعزيز اللي بشرفني في قناة الأهلي النهاردة هتكون مع منتخب مصر بداية وأولا نرحب به ونشكور على وجوده وعنا بسأخير كابتن سعيد وأهلا وسهلا من دور الدنيا نسائل النور وأنا طبعا أنا بتشرف أن أنا بقى موجود معك ولا سهر شرف لنا وبقى سعيد جدا لما بيكلمين أنا بقى موجود معك شخصيا شرف لنا كابتن سعيد خلينا أبدأ معك من منتخب مصر وقبل ما نروح لوراعة أمم أفريقيا خلينا نتطمن على الشكل والمضمون شفت مباراة زنبيا ازاي وهي مكاسب منتخب مصر وتقييمك لأداء منتخب مصر في المباراة دي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية احنا داخلين على معارك الفترة الجاية وكلها حاسمة يعني كلها تبقى مصرية بالنسبة لمصر سواء للناد الأهلي أو منتخب مصر الطبيعي جدا أن انت تعمل مطشط ودية ما ننساش في الاعتبار لأن زنبيا سنة 2013 كانت واحدة كاس الأمم فرقة مش هينة فرقة مش ضعيفة لكن احنا نبص نفسنا المطشط الودية دي بتتعمل عشان الأخطاء نشوف ايه السورات اللي موجودة عندنا لا سيبك من نتيجة أنا عايز تقييم للأداء أنا داخل في الأداء بس أنا الأول أجيب من الأول عشان يبقى في تركيب وعن نسبة سعيشة معنا هم خدوا أمم أفريقيا 2013 وإحنا خدناها عشرة وثمانية وستة فبالتالي احنا نتكلم على تاريخ كبير لا أنا أصلي المستوى الفرقة مش ضعيف يعني أصلي اختيار الاختيار نفسه اختيار صحيح هو حتى كمان لما جاب فرقة من شمال أفريقيا جاب فرقة شرسة جدا جزائر يعني مش جاب مثلا تونس واحد من أقوى أقوى منتخبات أفريقيا طبعا فأنا أظن الاختيارات موفقة فيها طبعا من حيث القوة من حيث القوة قوة والندية أيوة طبعا أنا شايف أن مطش زنبيا كانت مباراة كانت شيقة منتخب مصر أدى فيها بشكل كويس الخطوط كانت متقربة بشكل كويس لكن احنا وجهة نظرة الشخصية ان احنا كان عندنا مشكلة في التحضير الكتير اللي في نص الملعب ويمكن ده نتيجة النمط السلاسي لملعب طارق وفتحي والنني على أساس أن الرجل لو طارق حمد هو اللي رتاكز رقم 6 عنده النني وعنده فتحي نوم أنت شايف التركيبة بتاعت نص ملعب مصر إزاي يعني فيه ناس كتير جدا مستغربة أنه التلاتة يبدأوا جنب بعض لأنه التلاتة ممكن بشكل كبير يكون طريقة لعبهم وستايلهم تقريبا نفس البروفاير متقارب هتحتاجهم لو في المطشاط قوية هتحتاج تلاتة يفيله نص الملعب خد بالك فيه مطشاط بنحتاجها أنت تتهف في نص الملعب دم زنبيا هو بيجرب هو بيعمل تجربة بدليل أنه هو بعد كده دخل زيزو في نص الملعب ولو كان موجود إمام ربنا يا رب يشفيه ورجعه بالسلامة كنت هتلاقي إمام وزيزو الاثنين في نص الملعب الاثنين يفرقوا جدا مع المهاجم مع الاطراف هتعمل شكل أفضل من كده بكتير لكن هو ممكن يكون طبعا الرجل في دماغه كذا سيناريو كذا سيستم بكساش أنت هتلاقي بغانا هجي لك في المجموعات دعني أسألك السؤال الجنرال يعني السؤال اللي يعني نقوله وبعكان كل نقول مين الـ 11 اللي في مصر اللي كابتن سعيدي راهن عليهم من هم الوفاقين وفت وفي الملعب جنب بعض يروح يجيبوا كاس أمم أفريقيا ويجوا عندنا الـ 11 دول ولا ما عندناش والله لا عندنا مين الـ 11 لكابتن سعيدي ربنا طبعا يوفق الشناوي عندنا عمر كمال وعندنا هاني عندنا لا أحطي الـ 11 11 أحط عمر كمال أحط عبد المنام أحط ياسر أحط فتوح أحط النني أو طارق واحد فيهم عشور لو لاحق يا رب يبقى موجود إن شاء الله لا على أمم أفريقيا إن شاء الله بإذن الله يبقى موجود بأمر الله ولولو لاحب كده هتبقى مجاسفة لكن هتبقى إن شاء الله بإذن الله تعالى حاجة إيجابية لنا يلعب إمام وزيزو وتريزيجي ومحمد صلاح وحط بقى أي فرود ممكن شايف إن هذه التشكيلة المثالية لمنتخب مصر إيه الحاجات اللي ألاقتك من أداء المنتخب في ماتشو زنبي هو اللي يقلق إن أنت تحتفظ بالكورة كتير سلبي إن إحنا أنت بعمل شكل كويس بس التحضير سلبي كتير لكن إنت بتحضر لإنه هو إحنا بنقول كل مدير فني وليه شغل الراجل أنا شايف إنه هو بيعتمد بالطريقة الأولى إنه هو يعمل عملية التحضير أو البلد الجاب اللي زميون عليه عنده أكتر من مخرج للهجمة لكن هو عايز يحمل زحمة في نص الملعب ويمكن ده عشان التنويع في المباراة يعني أنا عندنا حتى المجموعة لما حضرتك تسردها هتلاقي الفرق مختلفة فيه فرق هتتطر أنت تهاجم بشكل كويس هتطر تلعب بفندر واحد بس فيه ماتشاط هتطر تلعب بثلاث ديفندرات أساسا عشان ما تستكشف بقى الفرقة وتشوف نتيجة المباراة وصير المباراة والوقت نفسه فالموضوع كبير من السهل يعني أنا إحنا عشان تجارب دي بنعيشها حتى مع فرق أقل شوية لكن أنت بتاعد مثلا قبل الماتش كل ماتش ليه حساباته حسب قوة المنافس وحسب إمكانياته خاصة نستاذ أحمد حضرتك عارف أن أفريكا كل ما وكلمنا فيها حضرتك من فترة ما بقاش فيه فريق دلوقات السهل كل الفرقة في أفريكا دلوقاتي معظمها بتلاقي 11 لعيب أساسي والقاعدة برح تياطي محترفين فما فيه دلوقات تقدر فرقة تقيمة تقول إنها وحشة أو كويس يعني تصفيات منتخب مصر في كاس العالم تصفيات صعبة من وجهة نظرك أنا شايفها صعبة شايفها صعبة وأنا أول لا أنا ما استسهلش أي حاجة أسيبك من أنا ما استسهلش ونادي كل حاجة حقاها واعترام المنافس صحيح لازم تمام طب متفقين طبعا يعني ما فيش إحنا أو إثيوبيا هي مش كذبتنا صحيح صحيح تصفيات أم أفريقيا وكان يعني واحدة من نتاج اللي مش متوقع اللي مش متوقع لكن في النهاية كل شيء وقارد في كورة القدم وبصرف النظر عن اسمه ومنافس أنت تنزل تلعب لعبك وتنزل تدي كل 90 ديئة أقصى ما عندك بصرف النظر عامين لكن في النهاية نسبيا أعتقد أنها تصفيات مية يعني تمام مية إن شاء الله هي مية إن شاء الله يفهود إنه مستر ري فيتوريا في جيب الشاكت عنده كده من جوة أنا كلنا مطمئنين لكن الكرة بالذات ما فيش يعني غدار في صغرات فعية في المنتخب تقلقك لأنه وأنا بتفرج على أي مطش المنتخب في الفترة دي ببقى مش بقيس بس على الفرق اللي بتلعبني بقيس كمان على العتاولة اللي أنا راح أقابلهم وبالتالي لو أنا الصغرات دي ظهرت قدام فريق زي كودفار أو فريق زي السنغال أو فريق زي الجزائر اللي أنا راح ألعبه حتى ودي أو المغرب أو أي فريق من الكبار في بطولة زي بطولة أفريقيا حندفع تمانها غالي جد هو في ميزة كويسة جدا أنه عندنا خط الدفاع تقريبا يعني من فترة وهو ثابت يعني الشيناوي الحمد لله ما فيش تغيير عبد المنع ما شاء الله في أحسن حالاته ربنا يا ربي يحفظه عندك ياسر ما شاء الله في أحسن حالاته هاني في أحسن حالاته فتوح في أحسن حالاته حتى لما بيجي نغير ما فيش تغيير كتير ما عندكش أنت أصلا باديل لأن إحنا ما عندناش كذا باكليفت إن إحنا نغير أو ندي فرصة باكريت ما فيش غير اثنين أزمة باكليفت في مصر؟ طبعا أزمة فعشان كده إحنا بقى فرصة ندخل نبارك للمنتخب قلومبي إنه هو فاز على الأردن ونرجو إنهما يبقى فيه إحنا برضو كان عندينا مشكلة جيلا بوتريكا بعد ما انتهى الجيل ده إحنا بقى فيه فوارق كبيرة جدا بدأنا ندور على المنتخب وإزاي تعمل المنتخب لكن لو فيه تواصل دلوقتي أو اندماج بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي أنا سمعت إن الكلام ده موجود بالفعل يعني إنهما بيعملوا اجتماعات إنه طريقة اللعبة تبقى واحدة السيستم اللعبي يبقى واحد كلام ده كلها هيعمل اندماج وهايعمل شيخلي فيه فجوة بين المنتخبات وظلو ده بيحصل برا في أوروبا وكون كما هو منتخب أولمبي وفيتوريا أخذوا منتخب أول طبعا نشوف قرعة بطولة أفريقيا وتقول لي رأيك فيها وحصوص المنتخبات طبعا هنركز على مجموعة منتخب مصر لكن خلال نشوف رأيي كابتن سعيد كمان في باقية المجموعات ومين ممكن يكون قريب من التأهل فيها مجموعة الأولى عندنا سحل العاج عندنا نيجيريا مجموعة ناري ومعهم غينية الإستوائية ومعهم غينية بساو طبعا دي شبه محسومة محسومة ده طبعا مين كود في فرف الأول ولا نيجيريا ولا نيجيريا مجموعة بي أو المجموعة الثانية عندنا مصر وغانا والرأس الأخدر وموزنبيق مصر وغانا طبعا مصر وغانا إن شاء الله مجموعة سهلة نسبان بالنسبان صح؟ إن شاء الله ولا موزنبيق ممكن تعمل معنا مشكلة لا هو إن شاء الله مش هتبقى فيه مفاجآت بإذن الله تعالى إن شاء الله مش هتبقى فيه مفاجآت مجموعة الثالثة عندنا السنغال والكاميرون وغينيا وجنبيا لا السنغال والكاميرون طبعا مجموعة الرابعة عندنا الجزائر بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا الجزائر ومين قلنا اللول معنا بوركينا فاسو وعندنا موريتانيا وعندنا أنجولا أنجولا فرق كويس كمير بوركينا فاسو على فكرة مش وحشين لكن الجزائر أشرس وممكن احنا قلنا بوركينا فاسو انت قلت أنجولا ؟ أنجولا و الجزائر طيب المجموعة الخمسة عندنا تونس مالي جنوب أفريقيا ناميبيا مو نحن نميبيا جمالة وقت النحر جنوب أفريقياродة كويسة جدا السنغال طبعا لا وتونس طبعا السنغال ببر قسوس احنا تونس ومالي تونس مالي جنوب أفريقيا ومايبيا تونس ومالي، هذه فرقتين. نحن هنا ثلاثة. جنوب أفريقيا؟ نحن هنا الثلاثة دول. الثلاثة دول. يبرر الحسابات شوائع. أخبرك، مالي فرقتين قوي. فرقتين فرقتين فرقتين. الثلاثة فرقة بصراحة أقوية. مالي طول عمرها عندها منتخب قوي جدا. لكن لا يعرفش سكة البطولات. سنقول الآرب، ممكن نقول تونس ومالي. والمجموعة الأخيرة المغرب والكونغو والديمقراطية والزامبيا والتنزانيا. تنزانيا لا، لكن المغرب طبعا رقم واحد. مغرب ممتخب كبير. هل تأخذ معها كونغو أو زامبيا؟ ممكن كونغو أو زامبيا. وإن كان خبرك كونغو فرقة كويسة جدا. لكن كرة الأفريقية مع بعض لا تستطيع أن يكسب. لأن المستويات المتقربة. النتائج في علم ربنا. لكن في النهاية هناك مؤشرات لمين المنتخبات التي ستنفذ في هذه البطولة. من وجهة نظرك مين أقوى المنتخبات المرشعة؟ دعونا أوصل معك للمربع الذهبي. مربع أنت تتنق كثير. نحن نريد مربعين. أقوى أربع منتخبات في أفريقيا في الوقت الحالي. هل هناك منهم السنغال؟ أو اسمين؟ ما فهمش النقاش. أنا أولا أتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى مصر. إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن أنت عندك السنغال فرقة جمدة جدا. نحن اللي بيميزنا في البطولات دي. الحالة المعنوية وحالة الروح. الأوقات كثير بتتعوض المشاكل اللي ممكن تبقى موجودة فنيا يعني. لكن تهايلي منتخب مصر لما بيتجمع ويبقى بطولة مجمعة. بيعرف يشحن بطرياته كويس. والله كلامك محترم. غير لما تجيبهم كل شوية من هنا ومن هنا ومن هنا. ده مركز ده مش مركز ده مش غول بالوب بناديب. ده مش غول ببطولة مش عارف إيه. لكن لما بيتلموا كده في بطولة مجمعة بتفرق معا. في حالة كده بتحصل. أنا بحب أجي معاك عشان انت بتحضر. والله بجد يعني انت عزيزة بكون قاري اللي احنا نقوله. لو احنا حتى جينا من أيام كابتن حسن شحاتك. بنيجي على المطشاط الودية بس بشكلنا وحش جدا. لكن في أي بطولة مجمعة من أيام كابتن جور الله يرحمه. حتى من أيام بروكينة فاسة لو انت فاكر. احنا أخذناها كل يوم كانوا بيستعدوا انهم يشيلوا الشنطة. منتخب مصر لما بيتجمع في مكان. بيتحميل المسئولية وبيزهروا بشكل كويس. فبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى. مصر. مصر. سنغال. كاميرون. كودفور. مع احترامك كامل لكل الفلق الموجودة. مصر. سنغال. نيجريا. كاميرون. واستبعدت منتخب المغرب ربع العالم. بص أنا دي وجهت نظري. دي وجهت نظري. مصر والسنغال. مصر والسنغال. كاميرون. وكاميرون. ونيجريا. حتى كودفور صاحبة الأرض والجمهور. استبعدتها. وارد كل شيء. وارد كلها ما احنا عمالنا بطولة هنا وخرجنا وارد. وارد. ممكن هذا يبقى ضغط عليه. دول أفضل أربعة. هم مش أفضل. احنا بنقول. احنا بنقول أفضل. لكن في منتخبات ثاني قوية ما احنا. احنا قلنا احنا عايزين أربعة وطين. ومش أربعة. نحط أربعة. انت نزل نهاتيني في أربعة. فهم لي. طيب. خلينا نروح معك لملف الدوري المحترفين. والسنة دي يمكن أول نسخة. مش أول نسخة صح؟ بعد ما كان ثلاث مجموعات. خلاص تلغى لشكل القديم ده. كثير من الناس قالت ده. طبعا كان فيه طيار معارض. بعنف لقصة. انه الدوري يبقى من مجموعة واحدة. لكن في النهاية ظهر للنور. وانت كنت جزء منه. اعتقد انك توليت مسؤولية تدريب نادي النجوم. مباراتين. مباراتين. احتكيت وشفت الدوري وقربت منه. اكيد درست الفرق اللي بتنافس فيه. وبداية كده. خليني قبل ما اتكلم عن تجربتك. انت والشخصية اشوف تجربة الدوري. البطولة دي. هل انت شايف انه الشكل الجديد ده. اضاف. كان ليه تأثير ايجابي على مستوى المنافسة. وعلى الكرة بتتقدم في دوري المحترفين. هو البداية ان انت عملت حاجة جديدة. اولا دوري قوي جدا. انت اخترت صفة الاندية. يعني اخترت الاندية اللي بقى فيها فلوس. لان انت عارف انت الدوري قبل كده كان ثلاث مجميع. بحري وقاهرة والصعيد. كان كل مجموعة بتلاقي مثلا فيها اربعة وخمس فرق. هما اللي بنفسه والباقي كله بمقى موجود تحت. او يناوش. او. لكن الدور المحترفين ممتع. يعني انت مثلا نهاردة بتلاعب. انا كنت مثلا لاعبت مكادي. بعد كده خرقت اسوان. كان جاي للقناة. مش عارف خارج. بعد كده ابل اتصالات. فانت بتلاعب مطشط كلها كأنك بتلاعب مطشط دوري. يعني انك اللي ما يعرفش او مش متابع. انت جمعت كريمة التلات مجموعات. حطيتهم مع بعض في بطولة واحدة. ولكن. ولكن. هتيجي بعد سبع او تمام مطشط. الفرق اللي معها امكانيات. وعندها استقرار. وجابت لعيبة كويسة. هم افضل كلهم معهم امكانيات بقى. لا مش كلهم. مش كلهم. برضه يعني عشان بس انا منع الاحراج يعني. فيه مش اقل من خمس او ست فرق يعني. امكانياتهم عادية. اللي هي زي اللي هنقول ان انت كنت رقم واحد في الدور العادي. لكن دلوقتي بالنسبة لما تخش على فرق. هديك امثلة مثلا. زي القناة. فرق زي الاتصالات. فرق زي ودي دجلة. فرق زي راية. فرق عندها امكانيات مش طبعية. يعني. وكان قدامه موقت طويل. وجابه العيبة بمبالغ كبيرة. تقريبا تكاد تصل الى الدور العام. فالدوري ده دور قوي. لكن انا شايف انهم لازل بقى فيه اهتمام اكتر بالدور ده. لان يعني. انا بعتذر لو انا هقول حاجة غلط. لكن. الحكام اللي موجودة معظمهم. او يعني. نسبة منهم. ممكن تقدي الى ان الدور ده يعني. يبقى. مش عايز اقول ما يكملش. لكن. فيه مشاكل تحكمية يعني. كتير جدا. فيه فار ولا مفيش فار. مفيش فار. وحتى اقترح ونبقى حتى يبقى فيه حكم خامس. اه. فيه ضربات جزاء. بتحسب حاجات. انا يعني. مش عارف حضرك متابع المجتابع. حاجات. مش عارف. مش عارف. هل ديه اهمية. ولا. نحن 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 نحن. لكن لازم يبقى فيه. طلق هما هما في الاتفاق اصلا قالوا ان فيه فار. مفيش فار. لازم تعمل البديل. البديل حتى على الال حتى حط حكم خمس. يعني انا في مطش مكادية ظلمت في ضرب الجزاء. جناية. مطش راية والسكة الحديد في الديئة مثلا ثمانية وتسعين او سبعة وتسعين. ضرب الجزاء. يعني لو شفتها انت تضحك. فحاجة يعني. وهمية تقصد يعني. وهمية جدا يعني. يعني العيب بيلبس حكم ضرب جزاء. يعني بدل ما انا اترد. يعني انا انت بضيع تعب فرقة. وفلوس دفعت ومعسكرات وكلام ده. لازم بقى فيه حزم شوية. حتى لو انت الدوري دلوقتي خلاص مششغال. معنى نزل الناس خبرة. زو خبرة في المطشطات التقيلة. على الال حتى الدوري ياخد. زي ما اقولوا كده. ارونك بتاعه يعني. شكل المنافسة في عاملة ازاي. يعني بصرف النظر عن مين هيتأهل. ومين ممكن ينزل. لكن انا بقصد اقول. في الدوري المصري مثلا. لما بيبقى فيها. ثلاث فرق بينافسه على القمة. بنقول عندنا منافسة. لكن. بتلاقي في النهاية انه هما فرقتين. او ممكن يعني. في بعض الوقات يبقوا ثلاثة وساعات. بيبقوا فرقة واحدة. الناس الاهلي. يعني بتكلم بمنطقة الصراحة. بكلم على شكل المنافسة والله مش على الاندية. تلاقي المنافسة فوق ضعيفة قوي. والمنافسة تحت على الهروب من الهبوط ضرب نار. هل الوضع كده عندكم برضو. في دوري محترفين. ولا. في خمس ستة اندية. ممكن يكونوا في حالة صراع بينهم على المركز. على المركز الاولى. في توازن. زي الدوري الانجليزي كده. تشوف مثلا. أربع خمس فرق. بيضربوا في بعض في المقدمة. صحيح. والدوري مولع. أولا. ما فيش مكراس بين الدوري الانجليزي. لا. دقاء جدا. أنا آسف طبعا. لا أنا أتكلم على فكرة أنه. في الدوري الانجليزي ممكن مثلا. السيتي. أو الأرسنل. اللي هم أول وثاني. يبقوا بيلعب. مثلا. لستر أو. 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 أو أي فرقة مش. مش متنافس. بس تلاقي الليتز بيكسر عادي جدا. فيش أصدر. فيش مطش. أو مفيش مباراة. نتيجتها محصوم مقدمة. أنت عندك. من سبعين لثمانين في المائنا. من مطشاتك في الدولة مثلا. قبل أن الحاكم يصفر السفرة. أنت عارف مين لهكسر. صحيح. يعارف الفوارق والنتيجة الطبيعية والمتقائية. وغالبا. هذا اللي بيحصل. نحن عقولنا بقى أن الفرقة بقت قوية شوية. يعني الشكل تغير. والمضمون بقى كمان تغير. تمام. لكن لو أنت حضرارك بس على الجدول. من أول الثامن لحد العشرين. اللي هو آخر الفرقة. عشرين فرقة. من الثامن للعشرين. الفرقة ثلاثة بونت. من الثامن للعشرين فرقة ثلاثة بونت. فرقة ثلاثة بونت. يعني مطش واحد بس. فالموضوع مش صعب. لكن أنت عندك فيه فرقة. باين عليها من الأول أنها عايزة. ودايما دور الدرجة الثانية. اللي أنا موجود في الدرجة الثانية. تقريبا بألي 16 أو 17 سنة. فأنا الحمد لله عندي خبرات كتير جدا. في الدرجة الثانية. شايف بترجيت واخد الموضوع بالجدية. من أول الدوري. في ثلاث مبارات. دجلة ماشي بشكل كويس جدا. قناة ماشي بشكل كويس. هو يتأهل منهم للمنتجس ثلاثة. ثلاثة ثلاثة. أصحاب الثلاثة مركز الأولى يتأهلوا للمداري مباشرة. مباشرة نعرتولها. ففي بترجيت. في القناة. في الاتصالات. في ودي دجلة. في بعد كده ممكن. هتخش فرقة بقى يعني. اللي هي زي راية. السكة الحديد. هتبدأ تخش فرق يعني. أنا أقول لك من الماتش السابع أو الثامن. هتاخد ستة أو سبع فرق اللي هما دولها. في أندية شعبية في الدول كتير. ولا برضو أغلبها عندية حقيقات وشركات. فيه. فيه. انت عندك فيه. لكن الإمكانيات عندهم ضعيفة شوية. بس موجود يعني. في أندية شعبية. في موجود. زي مين. طنطا. فيشبين. أسوان. محلة. في كتير. والمحلة بعيدة عن المنافسة. المحلة مش بعيدة عن المنافسة. لكن. ما زي المحلة اللي شفناها هالسنة اللي فاتت. يعني هو غير لعيبة كتير. لكن المشكلة الأكبر اللي بتقابل الفرق دي. لان أنا جربتها أولوحة جربتها. إن أنا بلعب مكادي النهاردة هنا في القاهرة. بعدها بيوم بسافر أسوان. أطر ينوم. فبالتالي أنت بسافر 18 ساعة. يعني أنا سافرت مطش قبل مطش بيوم. راكب الأطر 35 ساعة. فهطلب اللعيب إيه. فحطة الفرقة تسافر من القاهرة أو من بحري على الصعيد. وبالتالي هم برضو يعانوا من نفس المشكلة. أسوان والتعدين. هم لم تسافرتوش بالطير يا كب. مهي إمكانيات. ها. دي رحلة داخل يعني. المفروض. برضو برضو فيه إمكانيات. إمكانيات طبعا. عشان كده هتلاقي. أنا أنا أقول لك فرقة تسافر بطيران. وانت مغمض. لكن في فرقة تسافر أطر. وفرقة كتير جدا. فانت لما تحجز القطر ده من هنا. من عندنا مثلا من القاهرة. لحد أسوان. 14 أو 15 ساعة. وأوقات بخش على 19. هترجعهم في نفس اليوم. يعني انت عشان سافر أسوان أقل حاجة. عشان اللعيب يبواف على رجله. أو خد الإستشف بتاعته. ده طبعا. مش محطوط حسابه في الجدول. مش محطوط. إحنا الأول طبعا. عشان الناس برضو تبقى فهمة. عشان إحنا بعاد شوية عن الدورة ده. كان زمان البعد الجغرافي هو اللي بيحكم الفرق المتنافسة. يعني فرق بحري. بتسافر وتلعب كل مطشطها في منطقة بحر. القاهرة نفس الحكاية. الصعيد نفس الحكاية فاجئة. عملية التنقل والسفر. كاتلو بوجت. ما فيش تكلفة مليئة كبيرة. وما فيش وقت وتعب. أو إرهاق على الفريق كبير. رأيي. لكن دلوقتي. رأيي أنا. الأول كان أحسن. الأول كان أحسن بكتير. دي متعبة جدا على الفكرة. ولسه مش دلوقتي الفرق يتعني منها بعدين. مثل لما يبقى عندي دورة درجة تانية. أو دورة محترفين. أو دورة ممتازبة. شو بيسموه كان ممتازبة. صح؟ في المستوى المنافسة أفضل. يمكن يبقى مفيد ده المستوى. يعني ممكن يبقى في المرحلة. مضر شوية بمصالح القدية. لكن ممكن يبقى مفيد للكورة بشكل عام. وللمنتخبات. يعني لما يبقى عندي عشرين فرقة. كلهم مستويات قوية. مجمعهم. أكيد شكل البطولة هيبقى قوي. أكيد حجم المنافسة هيبقى أكبر. أكيد حتى إفرازات. إفرازهم للعبين. أو لمواهب جديدة. لدورة درجة الأولى. أو للمنتخبات. هيبقى أحسن بكتير جدا. من الشكل اللي احنا كنا عاشينا عليه قبل كثيرا. تعال نخذها. نخليها اضربة. يعني نقول نحنا. المطشاط دي دورة عام. هتلاقي مطشاط الأهل والزمالك. مختلفة عن الأهلي والمحلة. الأهلي ومش عارف شبين. مختلفة من ناحية ايه؟ من ناحية القوة نفسها. السكوادي اللي موجود هنا. في بيتروجيت. عشان عنده إمكانيات. مش نفس اللي موجود في التعديل. مش نفس اللي موجود في أسوان. مش نفس اللي موجود في النجوم. فبرضه في لسه الفروق موجودة زي ما هي. الكلام دي لو أنت عندك كل الإمكانيات. والفرقة كلها استعدت. بنفس الإمكانات ونفس اللعيبة اللي موجودة. تقدر أقول لك أن المنافسة تبقى واحدة. لكن الفروق موجودة زي ما هي. احنا بس القصة كلها أننا جمعنا. زي ما بقولوا ايه؟ أقوى فرق. أول فرق اللي هي كبت نفس على الصعود. هي الميزة الوحيدة أن العشرين فريق. في الدور المحترفين. كلهم لعب دورة عام. فده اللي مدي شكل. لكن فيه سلبيات. وسلبيات كثيرة. ليس سلبيات صغيرة. لكن هو الدوري خلاص بقى يعني. ممكن السنة دي تبقى تجربة كويسة. لكن لازم يتعامل حاجة تانية جديدة. لازم يبقى عندك فور. لازم يبقى عندك استعدادات كويسة بقى الأندية. اللي هي المفروض. عايزة تسعد من البداية. أنها تجيب لعيبة كويسة. لأن أنا شايفه القناة مغير فرقة كاملة. رأي عاملة فرقة كاملة. المبالغ اللي بسمحها مبالغة كبيرة. هايس الكلام ده بقى بالنجوم. يعني فرقة النجوم. عشان مسكت النجوم مطشين مكادي وأسوان. الرجل رئيس نادي مصر محمد. ليه فكر استثماري. يعني هو عايز يبيع اللعيبة بتاعته. فطبعا أنا هبيع اللعيبة بتاعته. من غير من أقام موجودة على الله حتى في الفرقة المقدمة. فبالتالي هيعاني. عشان كده هو الوقت الأخير. بعد المطش الأولاني كنا نحن العاشر. مطش أسوان كان تحتنا تمام فرق. المطش اللعب طبعا عملت ايه؟ تعادلت مع مكادي. وليه يضرب جزاء الجنية طبعا في المطش. بساعدت يعني ما بنحبش نتكلم عن التحكيم يعني. مطش أسوان خسرت 2-0. ورغم كده أنا سابي الفرقة وتحت تمام فرق. منهم راية وفرق كبيرة. المطش اللعب طبعا أنا مش موجود. هم خسروا 3-0. لأنه هو الفكر نفسه مختلف. يعني أنا لما بعد مثلا مع نادي راية. أو نادي القناة. أو نادي الاتصالات. بعض مع رئيس النادي في قوضة مغلاقة. طبعا تعرف حضرتك الكلام ده. انت هدفك إيه؟ هدف صعودي. يبقى أنا محتاج لسكواد معين. مبلغ معين. عندي فترة إعداد. فرقة النجوم دي بدأ قبل الدورة ما يبتدي بعشرين يوم. طبعا مصر جريدو اللي كان موجود. طبعا أنت حترك عارف مصر جريدو. لكن عشرين يوم مش هيعملوا فترة إعداد. هم كانوا جايبين جريدو في بداية الموسم. في بداية الموسم. يصرفوا هم كابتن سعيد. في بجت. أكيد الرجل ده مش جاي برقم رائل. يعني في حاجات أنا ما بحبش أتكلم عن الإدارات. بزيات خاصات الحتة الإدارية. لا. ده شيء ما يعبهمش. بالعكس الناس دخل. يعني قصد أقول الإمكانيات هنا متوفرة. وبالتالي ممكن جدا يبقى يعني عملية المادة مش عائق. يعني. ولا ما المادة مش متوفرة. ما مفاشك. لا تعليق. هنا أو لا. يعني. لو أنا حاسس بالدور ده وخطرته. وانا بجيب اللعيب. أسخبالك أنت حضرات النهاردة. أنا بلعب لعيب مثلا سير دي باك. 2006. 2005 و2003. يعني. اللعبة دي كويسة. بعد سنتين ثلاثة. يقدروا يلعبوا في الأهل والزمان. ويروحوا عند ديها كويسة. وهو بصراحة هو شاطر باستر محمد فرحجاندي. والنجوم بصراحة أنا بقاف طول عمره. يعني بيعرف ينقق ويجيب مواهب. هو شاطر في الحتة دي. لكن الدوري قوي. فمش هيستحمل بالمجموعة الصغيرة دي. كان لازم يكون موجودة عناصر خبرة. موجودة في الفريق. أنا أتمنى أنه يلحق نفسه في شهر واحد. ويجيب دعية. لقد نطيط من المركب يا كابتن سعيد. أنا مش نطيط من المركب. أنا والله أنا عمري على فكرة. أسخبالك ده تاني مطش. مش مستهلة. لا هو. وعلى فكرة احنا دخلنا في مداخلة مع بعض. في إحدى القنوات. هو قال يعني. بيتكلم عليه بقول. سعيد مدارب شاطر جدا. لا أنا أقلته ولا هو استقال. وإحنا وأنا فعلا. لا أنا استقالته ولا هو أقني. لكن. أنت أكيد مشيت لسبب. هو السبب. أنا بحتفظ بالنفسي. لأنني أنا لو قلته. يعني. الشكل يبقى وحش. لكن أنا. بحترم نفسي قوي. عندي الحمد لله مبدأ. عندي شخصية. عمري ما حد يقدر يهزيها لي. حتى لو. الشغل قعد بعيد حتى فترة. لكن. مش أغير مبداي. ولا أغير شخصيتي. أنا لدي حتة فنية ممنوحة. أحد يقرب منها. أي حتة إدارية دي. مش بتاعتي. مش مطالب مني. إيز بقى على حضرتك الكلام ده كله. ودايما أنا بقسها بالنادل الأهلي. ربنا طول في عامر كابتن محمود الخطيب. ما نسمعني مشكلة في حاجة. لأن الرجل بيجي يوعد مع مستر كور. أنا محتاجة بلعيب واحد اثنين ثلاثة اربعة. ما زبط أموري. إشتغل. لحد المعد النفسي يجبه له. وبالتالي أنت موفر لكل حاجة. أنا كمدير فني أعمل إيه؟ أشتغل في الملعب بس. وبتحاسب بعد كده. أو بتقايم في النتائج في آخر الموسيب. وهو ده. ده مش الوضع في أغلب الأندية المصرية. ده مش في كل الأندية المصرية. مش في كل الأندية المصرية. حتى لما بنقول الأندية مستقرة. هي مستقرة ماديا. فبيسيب المدير الفني يشتغل براحة وآ. لكن هو مضغوط. نتائج تضغطك. لأننا نتمنى حاجتين. قبل التوفيق ربنا. ثم حالة اللعيب بتاعك. طيب اللعيبة. لو كلمنا على اللعيبة نفسها. هل. يعني. زمان أنا فاكر كواس جدا. كالأندية اللي بتطلع دي. كان بتطلع نجوم. منتخب مصر. لها في أسماء كثيرة جدا. من المينيا. والألمونيوم. والأوليمبي. ونجوم كبيرة. يعني. مش لعيب في منتخب مصر. شام عبد الرسول. أحمد حسن. أحمد الكاس. أحمد ساري. يعني. العيبة دي كلها لعبة منتخب مصر. وجاء من أندية. مش أهلي وزا مالك. صحيح. هل في. يعني. مع تطور المسابقة. هل ده انعكس على مستوى العيبة. هل تقدر تقول النهاردة. مثلا. كابتن سعيد هو بيتابع البطولة دي. شاف لعيبة. العيبة دي قا تلعب أهلي وزا مالك. لعيبة دي قا تلعب منتخب مصر أول. أو منتخب أوليمبي. ولا. القصة هي هي. لا. هناك فرق كبير طبعا. بين الدوري المحترفين. والدوري العادي طبعا. لأن قوة المنافسة خلتك أنت جبت لعيبة. أنت توقيت لعيبة كويسة. لو أنت حطيتهم في مكان كويس. والنتائج كويسة. يعني. لو مش عارفين حضرتك تفرجت على المنشاط أو لا. فرق بيتروجات تعملها فرقة كويسة محترمة جدا. عندهم لعيبة تلعب دوري عام مستريح جدا. وده أكبر دليل على فرقة البلدية. لو أنت حطيت فرقة البلدية أو زد. نعملوش تغيير كتير في اللعيبة لكن. لا زد اشترع برضو صفقات كتير. مش يعني برضو بقية لكن مش يعني مش قوي. يعني. قصد أنه هو مغارش التيم كله. البلدية تقريبا منحفز تقريبا على سبعين أو ثمانين في المائة من القوام بتاعه. ده دليل أنه هو ماش في دوري عام برضو بشكل كويس. أنا أقصد أن اللعيبة الموجودة في مصل اللعيبة كويسة جدا ومهارية وأسكية جدا. لكن محتاجين. لا والله يا كابتان سعيد. الحريفة قال له. لا المهارة قالت. اللعيبة الحريفة قالت. يعني لو قلت لك حطي لي 11 حريف. سيبك من الكورة وسيبك من البطولات. وسيبك 11 لعيب حريف. عملي به مسكوات كده. لو أنت حب تدرب فرقة. تختار مين في الحداشر حريفة. حريفة. ما بقى السؤال سهل. على كل أحوال خلينا نتكلم بقى على الأهلي. ونروح للأسبوع ما قبل الصعب. أسبوع التحضير لانطلقة مشوار صعب جدا. عنيف جدا. قوي جدا. مع الأهلي. هنتكلم أكتر مع كابتان سعيد عبدالعزيز في السادسة. لكن بعد الفصل. أنا الحقيقة يمكن. قبل ما نطلع على الفصل كتب أقول لكابتان سعيد. قبل بس مفتح موضوع الأهلي. اللعيبة الحريفة. خلينا اسمع رأيه كده. الملاكس في الملعب. ممكن تحتاج قوة. ممكن تحتاج سرعة. ممكن تحتاج لياقة. وممكن المهارة تبقى من حيث الترتيب. يعني في الآخر خالص. لكن اللي يمنع مثلا. إنه 11 مركز يبقى فيه لعبة كرة حريفة. يعني مثلا. على سبيل المثال. مش على سبيل حصر. عبدالمنعم مدافع. مساك. سنترباك. حريف. كرته حلو. تعيب كور. إمام. لعيب خط نص. حريف. طبعا. عنده كور. بوكس تو بوكس يشتغل. تطلب منه مهام دفاعية. تلاقيه. تطلب منه مهام هجومية. تلاقيه. صحيح. قدام. عندنا كتير بصراحة. الشحات. بيرسيتا. زيزو. بيرسيتا. ومتخب مصر. لعيبة عندها كورة. وتمتع. يعني. يعني. الشحات ده ليه طبلوهات. ليه شوية أهداف كده. لما يجي يعمل. ربنا يديله طبعا. صحة. في آخر مشواره. يعمل سيفي. لمشواره في الملاعب. ويجيب. يختار شوية تجوان. ممكن يحط لك عشر تجوان. لحسين الشحات. ما جابهمش. يعني. ما حدش جابهم قبل كذا. في أصول ده أقول. هم لعيبة كورة. وفي نفس الوقت عندهم بقية العناصر. اللي يمنع. إنه. إحنا ممكن. لو سألتك بجد. طلع لي 11 حريف في كورة المصرية. في مختلف الملاكز. ممكن متعافش الجابعة السورية. صعبة طبعا. صعبة طبعا. لكن. النماذج الحضرات التي ضربتها دي. أنا بقول على سبيل المثال. عشان. مش حتى يزعل مني. النماذج دي. صعبة تلاقيها يعني. انت برضو النماذج ده. حضراتك ضربته في الناد الأهلي. فمتوفر له كل الإمكانيات. إلى جانب أصلا هو إمكانياته عالية. المدرب صبر عليه كثير. الحالة اللي بينه وبينه المدرب. فيه نماذج موجودة في الزمالك على فكرة. فيه فتوح. فتوح. باك شمال. ولعيب حديث جديد. ونص ملعب ولعب ستة. اي. وشوف زيزو يلعب طرف ولعب نص ملعب. لا. فيه عندك نماذج في كل الأندية. أتلاقي فيه. فيه مراكز مبقية معضلة بالنسبة للكرة في مرة؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد. مصطفى محمد. اه. حاجة جميلة جدا. نحن عندنا. لكن المشكلة كلها فيه. طالما هنرجع بقى لغري شوية. احنا ما عادش فيه موجود الكشفين اللي بينزلوا يشوفوا اللعيبة المهارية دي. اي. ما بقاش فيه كشفين بس بقى فيه انترنت. ما يدي دي مش. ما بقاش فيه كشفين بس بقى فيه سوشال ميديا. ما بقاش فيه كشفين. احنا هكونوا نطلع على المواهب دي من اللعيبة بتلعب بكرة شراب على الأسفل. طبع. وصعد في الطراب. ما المقصود من حداتك من السوشال ميديا. يعني الدنيا بقت سهلة انك انت اتكشف ده عشان يروح يشوف موهبة في الوادي الجديد. ولا في البحر الأحمر. ولا في أسيوت ولا في سوهاج. كان بيأخذ القطر. يأخذ المشوار يروح يتفرج ويرجع يا صابت يا خاب. أولا معظم مداربين اللي بيختاروا اللعيبة بالفيديو بيفشلوا. أنا شفت أنا يعني أنا أنا. لا مش هازم اختاره بس بس أتليس اشوفه. فشوف مستهل اروح اتفرج عليه. وتابعه وعمله تست. حضرتك مسك فرقة. تمام كده. فحضرتك عارف أسماء اللعيبة اللي موجودة في الدرجة بتاعتك. طبيعينا انا اقول اجيب واحد وثنين وثلاثة واربعة. وبرقم. عرفت اجيب واحد عرفته حسب الامكانات اللي موجودة. تمام. لكن انا لما يجيلي فيديو. وانا محتاج المكان ده. فانت بتعمل أفضل أفضل حاجة عندك. مظموح. لانا ما بقتنعش بالهاي لايتس دي خالص. لكن السوشال ميديا دي انا سيبك منها خلص. لان احنا ما شاء الله ممكن اطلع ابني السماء. وممكن اطلعه الارض. او او اوديه الارض زي ما بقوله. لكن انا شايف. ان طالما مش شايف بعناية اللعيب مع فرقته. ومرة واثنين وثلاثة. ما اقدرش احكم على اللعيب. لكن انا ممكن اجيبه معي التمرين. طب انا جيبته معي في التمرين. مش هو اللي في الفيديو. ماشيت وتانيت. انا ظلمته. لكن لو انت من البداية. يبقى انت احترمت اللعيب واحترمت. اخد بالك دي مشكلة واستحمد. انت تسمع عن اللعيب اسم عمر خدر. عمر خدر. اه. لعيب عند 17 سنة. كان زمان في الزمالك يعني. يبقى كده اتباع لزد. وزد باعه لأستن فيلا. وبصرف النظر عن قصته وحكايته ورويته. لكن انا سمعت قصة ازاي حد اكتشفه. وقدمه قريدي للمسؤولين. والولد اللي النهاردة احترف سنة صغير جدا في اسم فيلا. والكل اللي اشاد به. هنا امري. طبعا مدير فني على مستوى كبير جدا. وراجل فاز ببطولات اوروبا. ودرب اكبر واهم الانداف في الدولات الخامسة للكبرى. اشاد به بمستوى. ما تيجي تسمع قصته طلعناه ازاي او حد اكتشفه ازاي. ولف به ازاي على النوادي. ومين رضي ياخده ومين مرديش ياخده. تعرف انه فيه مشكلة. وان فيه عندنا مواهب كتير. عمل ايه بقى؟ عمل يلف بيه صح. وراح وصبر وعرف. بس واثق ان اللي عايب عنده قدرات. لكن مش فيديو. ايه. فدي مهم قوي. الى جارب دلوقتي احنا عندنا حاجة مشكلة صعبة جدا. احنا بنقابلها. موضوع المستثمرين. انا بجيب واحد دلوقتي مستثمر. يقول لك انا بخش بفرقة. مش عارف ايه بيه او بيه او بيشتروا قندية. ويدفعوا اللي عايبة نفسها فلوس عشان تشارك في. انا مش بفهم الفكر ده على فكر. يعني يعني. انا افهم ان النهاردة لو مستثمر. زي مثلا. مش احنا بنشوف مثلا في الدولة الانجليزي. دول او سندي استثمار او شركات كبيرة. في الصين وفي السعودية وفي قطر. وخش تستثمر في قندية. مش هدفهم انه هما لما يستثمروا. فيه جزء دعائي طبعا مفهوم. بس فيه جزء تاني ربح استفيد فنيا وماديا. ونادي زي السيتي ده بيخسر. لا طب. الفلوس المليارات اللي تضخط فيه ما كانش ليها عوائد. الفكرة هنا كابتن سعيد انت بتستثمر. حتى لو بتستثمش تاخد بطولات. لكن عشان تطلع مواهب بروسيا دورتموند. وعاكسا مستقدام كل سنة بيبيعوا فرقة كاملة. ويطلعوا فرقة ورمينة. عمرهم ما وقعوا ولا تقصروا فنيا. انا في نفس الوقت شوف حجم الصفقات اللي عملوها. مش ده الفكر الاستثماري. ولا هو فيه حد تاني بيفكر استثماريين بشكل مختلف. الفكر الاستثماري الحضرات بتقوله ده. ولا كلمة فيه. يعني ضمن اوكي. لكن جزء الاستثماري اللي موجود دلوقتي. ان انا بجيب مستثمر. بيعمل فرقة A. اللي هي تبعي النادي. وبعمل فرقة مثلا B. الفرقة دي بيجمعها هو يخلي مثلا. انا بس انسيه عشان تلعب دوري مناطق او جمهورية. انا معرفش طبعا العمر الصواري لكن بسمع. وده حاجة بتضيقني يعني. ويخلي اللعاب يدفع فلوس. افعه بقى 10.000-15.000. فانت بتستفيد. او والله والله يستفيد نزيمه لك كده. انا بتضيق ليه. اولا الولد هياخد عين الكرنية. يدفع. يدفع. يدفع فلوس. وليه امر ويدفع لابنه. عشان يلعب. فلوس. عشان يلعب. عشان يلعب في النادي. يشارك في مطشاط رسمية. تبع دوري بقى جمهورية. دوري قاهرة دوري. مش عارف ايه. حاجات كده عبتولات دي. صح؟ وفيه ارقام تانية بتدفع. بسمع حاجات تانية. عشان اصحاب مظامهم يعني. وهو بيستفيد. انه بياخد فلوس دي. من اللعابة اللي بتشارك عنده. طبعا بيستفيد. دلوقتي هو مش بيدور على استثمار. انه هو ينجح في رئيته. ده بيدور استثمار انه هو. يأجر في رئيته. بل الظبط يأجرها. فبالتالي يعني اوليها الامور بياخد ابن السنة. وبعد السنة بيبقى له ولد فين. بره. بره النادي. فبالتالي الموضوع مختلف عن نارة في مصر. عن نارة في مصر اللي حاجة. ما عرفش بقت ماشية يعني. مش مزبوط. فيه حاجة كتير غلط. يمكن نادي واحد ماشي بالطريقة كده. أسلوب او فكري ماشي كتير. ده موجود تقريبا في معظم قندية مصر. في معظم قندية مصر. انا مش عايز اقول اسماء نادي كبيرة. يعني انت بتخش بفرقة. يعني انت بتخش بفرقة. يعني انا عندي مثلا. بقدر مثلا بغزل المحلة. عشان فرقتي. فانا عندي قوام الفرقة. اللي هو مثلا 2001 و2002. ده قوام. فبخش مثلا بفرقة بي. 2001. بس فرقة ده استثماري. عندك 30 لعيب. حسب بقى ما هو بيطلب. فاللعيب ده بيدفع المبلغ ده. والده طبعا عايزه يشارك. في نفس الدوري. فبيدفع. بيطلع له كرين السنة. بعد السنة بيروح فين. ايه. فولي الامر طبعا مظلوم. انت حكتين انت عندك يا ام تختار. لا هو اللي مظلوم في القصة مش وليه الامر. واللي مظلوم في القصة. مش الولد اللي بيلعب بفلوس ابوه. والمظلوم في القصة. مش النادي اللي ما عندوش امكانيات فباع فرقة. لمستثمر. والحقيقة اللي مظلوم في القصة. هي المواهب اللي بجد. اللي مش لاقيه شباك. ولا بوابة تقدم نفسها. ما كل ده بيؤثر بقى. يعني الولد اللي دفع فلوس ولعب. صرف النظر لما مش هادر قايم. هو كان يعني يستحق الفرصة. ولا ما استحقهاش. لكن هو بالتأكيد في النهاية. ممكن يكون جار على فرصة حقيقية. لمية مواهبة تانية. كانت تستحق انها تلعب. بس هي معاش امكانيات تشتري تي شرط وشورط. عشان تلعب. انا بحترم كلامك جدا على فكرة. هو ما بيديش فرصة ان انت تجيب مواهب. لان هو مش محتاج مواهب. هو محتاج مديات. فخلاص انت قفلت على القصة اللي هي. طب اذا كان يعني المنطق او الطريقة. طريقة التفكير دي. ممكن بتكون بتجيب مكاسب للاندقاء. ممكن. ممكن تبقى كل العنصة. اكيد كل العنصة ولية الامر مستفيد انه شايف ابنه بيلعب. الابن نفسه فرحان بنفسه انه بيشارك في بطولة. او خد فرصة. النادي مستفيد مدائي من وراء المستثمر. والمستثمر مستفيد من ولية الامر. انه بياخد منه فلوس. فكل اطراف اللي المنظومة اتفقوا عن المنظومة المشوهة دي. هتحقق المكاسب لكل اطراف. فين القائمين بقى على الامور نفسها يعني. الناس اللي معنية. انا ما عرفش مثلا دوري المناطق ده تحت شراف ايه. لكن في النهاية. في هرم. ليه قمة. شايف ان القعدة. اللي هي هطلع لمستقبل الكرة في مصر كمان عشر سنين. فيها التشوه ده. محدش بيتفكر يتحرك مثلا او يقول. المنظومة دي او الطريقة دي لازم تقف لازم يتحطي لها حدود. لازم يبقى فيه قوانين لازم يبقى فيه لواح تمنع الجريمة اللي بيتم ارتكابها. ولا. لا. محدش بيتكلم. انا عن نفسي بشوف الحاجة دي في الفيس كتير. اه. شو مدربين كتير جدا بتتكلم. بس انا بحكم. ان انا طولاتي في الاعلام فلازم اقول. دي امانة. يعني دي امانة. لان انا بشوف وليه الامر. من الاخر بيدحك عليه. ما بيستفيدش ابنه حاجة. فبالتالي بيروح عليه الفلوس. فواحد بيستفيد. فبنرجع لنفس القصة للسنة التانية. هترجع لنفس الكلام كده. فعشان كده الموهبة تقل. ايه. هتقل اكتر كمان. فبالتالي بردو انت بشيبه عنده جيل. بتقدر طول ان انا اقدر ان اناقى منه. او اقدر ان انا اعمل اسكواد كويس. طبعا الموضوع صعب. ده كان كلامي. انا ارجو. 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 يعني. الشباب والرياضة. ارجو اتحاد الكورة. هم. الحاجات دي تحت اتحاد الكورة ليه علاقة بيها. طبعا المناطق طبعا ما بيطلع له كرنين. بيطلع ما بيطلع له كرنين متحاد الكورة المنطقة. يعني هم عارفين الكلام ده. ايه. فالحاجات دي ازاي تمر عليهم يعني. طيب ما علينا. نروح للأهلي. خلينا في الاهلي عشان احنا. اه. يعني. عشان ما نزعلش الناس. طبعا. لكن الحقيقة يمكن. يعني. كلام ده. انا يمكن مش او مرة اسمعه. يعني. دي حالة هنا. ممكن تبقى حالة استثنائية هنا. لكن واضح ان الموضوع. الكل عارفه. الكل شايفه. بس كل لا ارى لا اسمع علاقتك. لا. الحمد لله انا بتكلم. اه. لا انا بتكلم الناس اللي في موقع المسؤولية. صحيح. صحيح. انا بتكلم عن الناس اللي مسؤولة. تمام. يعني. كورة القدم مش رياضة بس. كورة القدم بالنسبة للمصريين واحدة من اهم مصادر الناس دي بتحب الكورة. الشعب المصري يحب الكورة. يعني. في اوقات كتير جدا. ممكن تلاقي معاناة او ظروف صعبة. وتلاقي الناس. الكورة مصدر سعادة ومصدر المنتخب. بفرحنا. بفرحنا مصر دي كلها. في مطش منتخب. بنكسب. بتلاقي مصر كلها. حتى تاني. والاهلي نفس الحكاية. نروح مع كل الاهلي بقى. عشان ايه. وقتنا. عشان دخلين على مرحلة صعبة. واحد. شايف فترة التوقف دي ازاي. اهلي كان وصل مع كولير في اخر مطشاته. من اول السيزن. حقيقة. كيرف ما شاء الله عالي. انت بتقولي الاهلي السينات دي فرح. قبل ما نطلع على الهوا. وده حقيق. البريك اللي حصل ده. يأثر. وخصوصا انك انت رايح لمطشات الدولي الافريقي مباشرة. والبداية قدام سينبا يوم الجوهر. هنبدأ بالبداية. نقول ان احنا الحمد لله عندنا مدير فني. يعني. مدير فني كبير جدا. اه. مش عايزين مجال السي في بتاعه ان هو الراجل اللي واخد اربع بطولات قبل ما يجينا. اه. واخد خمس بطولات مع النادي الاهلي. اه. عمل فترة اعداد الهيلة. احنا ما فيش مدير فني جان نعرفه او ما نعرفوش. مزك الاهلي. ايه اللي لما بقى مدير فني كبير جدا. دي حيه. دي حيه. طبعا كل احترام لكل الاسماء. فيلر لما جيه. حاتش كاي عافوه وقالك. انت راح تجيه مدرب من سويسرا. صحيح. جيه. الناس كلها بتتكلم على فيلر. طبعا. فيتسو موسيماني لما جيه. مصر كلها هجمة النادي الاهلي. وقالك. هنروح لأفريقيا كمان. يعني. ما بطلنا اوروبا ما. وجيه كسر الدنيا. وبقى واحد من اكبر الاسماء فيتسو موسيماني. وهكذا هو. مارسل كولر جيه قال لك انتو جايب مدرب من منازلهم. بقى له ومش عارف قد ايه ما بيدربش ومش عارف ايه. وجيه بقى الكل النهاردة بيتكلم على مارسل كولر. انا شايف انه هو يعني من افضل مدربين موجودين في. يعني في الساحة دلوقتي. بيعمل حالة جميلة جدا. يعني انا. والله العظيم انا بيصعب علي والله الحاجات دي. تعالف انا صريح انا. المدير الفن الاجنابي. اللي يدخل مع فرقته بعد المباراة. ويخش معهم يشاركهم الفرحة ويرقص. وبتحس انه هو مش مدير فني. ده عامل حالة كأنه صاحبهم. فدي طبعا نقطة انا اتمنى. المصريين احنا عندنا بناخد موضوع عصب جدا. انت خسران بخش عامل قصومات. ومش عارف ايه. ده كورة. وارد فيها كل حاجة. انت النهاردة. عم بديجي نتكلم في اوروبا مثلا. مثلا بسيط. بنقول في لجنة كورة موجودة. وفي مدير فني موجود. وفي لعيبة. لجنة كورة شايفة المدير الفني. بيشتغل شغل معين. لتاكتيك معين. لنظام معين. لفرقة معين. هنلعب بيها. الفرقة جات في المباراة. قدت بنفس الشكل. قدت بنفس الشكل. وخسرت. انت بتلاقي الجمهور بيسقف لهم. وتلاقي لجنة كورة. ما فيش مشاكل خالص. احنا عندنا بتلاقي اقالة. استقالة. اه والله. احنا هنا عندنا حاجات كثيرة جدا. يعني. أربعة صفر. وقدم وراها هيلة. فاز على ندل إسماعيلي ثلاثة واحد. وكانوا ما شاء الله. العيبة كانت فاقة جدا. الميزة بقى. ان احنا أخذنا من نهاية السنة. اللي فاتت للبداية. يعني. شوفنا النهاردة. الشحات وبيرستاو. يعني. بيرستاو. يعني. انا بقى السنة المتشاط. عشان تعرف. لما واحد يكيف واحد. يعني. تحس الكورة في رجليه. بتبسطك. اوكي. فالتنين بيمثلوا 80% من قوت الناد الاهلي. اوه. الراجل جايب للعيبة. معد نفسي. اوه. فدي برضو حاجة كويسة. ان هو مش عايز يخلي. لعيبي بقى زعلان. ان هو ما بيشاركش. اللعيبة حتى وشوشها برا. وهي اللقوية. قاعدة مبسوطة مستريحة. اللي بيشارك زي ما بشاركش. ودي حاجة. عامل من عوامل النجاح. هو بس يتبقى ان احنا. اتكلمنا كتير لفترة فاتهة عن. عايزين فرود جامد. وعايزين فرود افريقي جامد. عايزين فرود مش عارف نجيب منين او. لما جي. مودست. يعني الناس. بدأت تختلف عليه شوية. السن 35 سنة. لكن الناس اللي متعرفوش ان الرجل ده. اللعب في بروسيا. ولعب في كولين. الرجل ده لعب 300 ماتش. جاب 185 هدف. فيعني انت بتتكلم على احصائيات. فرود محترم. محطة كويسة. على مودست. وكلام ده الجمهور نادي الاهل. طيب. خلينا اتفق انه. جمهور نادي الاهل لغاية نهاردة مش. يعني. ما شافش. حاجة تشفى على مودست. صحيح. صح؟ صحيح. يعني في شوية. خلينا اقول شفية. لكن اللي انا. وده الكلام ده. احنا عملنا. اعملت حوار مع. لمين سانيه. واحد من. من اللعيبة اللي لعبت في أوروبا. مع انتوني مودست. وحكى قصته. وحكى مشواره في أوروبا تحديد. الكلام اللي قاله. يعني هنعرضه طبعا مع حضراتكم. لما كان انترفيو مسجل. يعني عشان الوقت ما كانش يسمح. انه يظهر معنا في نفس توقيت البرنامج. فالكلام اللي قاله على مودست. انه ما بيحتاجش غير فترة شهور بسيطة جدا. عشان يبدأ يتأقلم مع الفريق اللي معاه. حتى من. فالحكم على مودست. كلام بيقول. اصبره. والعمين سانيه لما كلمني. قال لي ان كان ليه ان انا عبر. هو انسان يعني ما بيوصف مودست. بيقول ان هو مشاعره مرهافة جدا. وقلبه كأنه طفل صغير. فقال. هو محتاج بس انه. ياخد على الأجواء. ياخد ويحس انه الناس مرحبة بي. انا قلت مرة قبل كده في السادسة. قبل مادش اسماعيلي. لو جمهور النادي الاهلي في المدرجات اللي جول معا. ينده بس على مودست. اندهوا على انتوني مودست. سقفوله وحييوه. مش اكتر. الاحصائيات تقول كده. اي. ان هو فرود محترم. واولا محطة كويسة جدا. في ال 18 مزعج جدا. لكن هو الواضح ان هو ما كانش بيشارك. بشكل يعني. في الفترة الأخيرة طبعا بنزبره. واضح انها مش جاية. علشان كده مستر كورر. عمل له بعد التمرين. عمل له اعداد بدني. واعداد تخصصي. ودي حاجة كويسة جدا. طبعا الرجل بيجهز. هذا شغله. يعني انا راجل فاضي لملعب بس. فبالتالي هيجهزه. لكن كل المقومات الفرود الشارس. موجودة في مودلز. هتمنى ان شاء الله بإذن الله تعالى. احنا قعدنا تقريبا سنة كامفلافيو. اه. جاب جول. كنا خلاص قلنا مش في روده. جاب جون. وبعد كده الدنيا فتحت. جاب جون بالصدفة. ما بالك انت جايب لعيب. جايب 185 هدف. وانا عايز اقول لحضرك. انا رحت فترة اعداد مع مصر تسوبل. وانا موجود في الاهلي. المانيا الأجواء مختلفة تماما عن مصر. يعني الجو مختلف تماما. فهياخد وقت طبعا على ما يتأقلم هنا على الجو. ويتأقلم على الجمهور الاهلي. إذا احد رجل بتقول. ان شاء الله بإذن الله تعالى. يبقى من أميز فرودة موجودين في مصر بإذن الله. شايف ماتش سينبا ازاي. وخصوصا في ظل ارتباطات العبت الأهلي الدولية. مع المنتخبات بقى كلها على بعضها. وخصوصا أن العودة كمان. هتبقى قبل فصل زمني. خلينا نقول 48 ساعة. وانت مطالب بالسفر لتنزانيا. وهتلعب مع فريق. يعني أثبت في السنوات الأخيرة أو المواسم الأخيرة. لأنه فريق يتعمل له مئة حساب. بفضل ربنا ما تلعش على الأهل الموجودة عندنا البديل. الحمد لله الكفر. اللي ممكن لو مش موجود ستة لعيبة أو سبع عيبة أساسيين. فيه لعيبة موجودة. فيه التعوض الناس اللي موجودة. احنا موجودة عندنا الحمد لله. حراس مارما. وعندنا ديفينس كويس. وعندنا ديانج ده الواحد. ومشاء الله ربنا يا رب يبريك لنا فيه الواحد. ويبالك ديانج وعالي معلول. اللي ممكن شو هيتبقى برح حسابات مستر كولر قبل ماتش سيمبا. عشان المنتخبات. طبعا عشان وجوده مع المنتخبات. وفكرة ان هم راجعين من سفر سواء معلول. ويبعتقد فرصة مشاركته في المباراة صعبة كده. طيب ممكن. رأيك كيف كريمة دي بيس بالمناسبة؟ مش وحش. هيجي مع الوقت. خد بالك. نتأكيد نظرة بيلعب في نفس حتتك برضو. اللعيبة اللي بتلعب برجلها الشمال دي عملة نادرة عندنا. صعبة تقيم. يعني هلحط الاثنين قصات بعد؟ لا. لا. ما بقارنش أبدا بين معلول وكريم. لسه بدري. لسه بدري. يعني عشان أقارن كريم لازم أسيبه يوصل أو يقطع مشوار علي معلول. وأشوف النتيجة في الآخر إيه؟ ساعتها ممكن جدا كريمي عدي مع علي معلول. معلول من اللعيبة اللي ممكن ما تبزلش مجهود بس حافظ. عارف إمتى يطلع وإمتى يقف. وبيطلع باصص عارف يلعب. يعني مش اللي هو. أنا طالع مية وعشرين متر رايح. وبعد كده هرجع. لا لا لا. طالع عارف يعمل إيه؟ فلما هيوصل للمرحلة ديه أكيد. مش هتيجة إلا باللعب والاستمرار. طيب. لكن لا أنا بكلامك على تقيمك لكواليتي. سيبك من ألائك مشوارك. كواليتي عالي جدا. ممكن أقول محمد عبد الوهاب يعني الله رحمه. محمد عبد الوهاب. فيه من عبد الوهاب؟ شوية. استلامه ودخوله والملعب. والشوت بتاعه والأهرب بتاعه والله رحمه. يعني فيه شبه كبير. التركيبة أو التشكيلة الأمثل للناحية الشمال من وجهة نظرك؟ ما هو فيه عبد القادر موجود. ممكن الأمثل. الأمثل ما هو ده الأمثل. ده الأمثل فيه عندنا سليم. ريدا سليم. عندنا ناحية الثانية موجود بيرس تاوزة. ما هو موجود؟ إلا إذا ضموه طبعا المنتخب. وبتهيأ لي ممكن أن ينضم. أو لا ما ينضم. لا هو منتخب جنوب أفريقيا. لا هو كان مفتوض أنه تم اختياره. لكن هو اعتذر عن الانضمام للمنتخب. وده يمكن عمله شوية مشكلة مع المدير الفني. هو بيقول له طبعا عنده ظروف خاصة تبنعه من الانضمام. من الانضمام. نتمنى وجوده. طبعا لو وجوده طبعا بيرس تاو من اللعيبة. أكيد. من فاق قوي مع مارس الكولر من وجهة نظرك كابتن سعيد؟ أنا شايف أن التيم كله متجانس. وهي ميزة. نحن لا أقول حد بعينه. لكن أنت عارف أن هناك مدربين ممكن. وأكيد طبعا في مشورك كلاعيب يعني. وممكن بعد كده كمدرب. في مدربين بيعملوا نقلة للعيب. في مدرب ممكن يستفيد مع قصود لاعب. يستفيد مع مدير فني بحاجات ما يحققه مع مدير فني تاين. طيب. يعني ممكن أن نقول ماشا. أريد أن نقول أسماء. نحن لدينا ماروان. نحن لدينا ماروان. نحن لدينا ديونج. لأن كل هذه عوامل السبات المفعالي. وثقة وشكل كثير. الشحات. بيرستاو. عشور. يعني يواخد حتة كبيرة من التورطاية. طبعا إعلاميا وجمهاريا وقصة دي كلها. أنا شايف أن الخمسة دول مؤثرين. وأظن الرجل كان مركز علوم كثير في المعارة. مين تنتظر أنه يحصل. أو شايف أنه لو خد نفس الاهتمام من كلها. ممكن يبقى في حتة برضو. إن شاء الله. وأتمنى. طبعا. طبعا. إن شاء الله. مادست وصلاح وكهربا شايف المنافسة بينهم إزاي. نحن نتكلم عن المطش نفس الذي ستلعبه. وقوة المنافسة. والبدايات. لو أنا بدأت مثلا بكهربا وخلص المطش بأدري. الرجل هل ممكن. الناس بره يكافئ. نفهم منها برد حاجات غلطة. يعني أنا مثلا نهاردة بلعب بكهربا وجاب لجونين. أو ثلاثة. فالناس بتغيره عشان تريحه بتفكر أن الرجل لا ده مش عايزه. هو بريح بيكافئه. عشان المطش اللي بعد. في ناس لامت على مارسل كولر في الفترة الأخيرة. أنه بداية مطشاته. أنه يعتمد على مادست. وستفى أن البداية بشكل تدريجي. أو أنه يأخذ أجزاء من المطش أفضل. لأنه حتى يعني يجيب مستوى. هو ممكن يكون الرجل في دماغه. إن الرجل جهز. هو مودس. لو شاهدناه في بروسيا. لا يلعب. لكن الرجل يمكن أن يكون فوجأ. لأن الرجل ليه طريقة لعبه معينة. وخد بالك أيضا في وقت السنة اللي فاتت. من وقت الدور كثير. لعبنا في فرود وهمي. كان ملعفا بيرستاو. فعنده كذا سيستم وعنده كذا طريقة. فممكن يكون هو. يعني. مش ده وقته. يعني. مش ده الوقت اللي ندلوه فيه. عشان أحرقه. وخد بالك. هو شاطر جدا. هو يختار الوقت المناسب. الوقت المناسب اللي اللي يتميز فيه. طيب. بنظرة الباك الشمال. لو بصت كده على الباكات الشمال في مصر. مين باك الشمال؟ سواء من دوري المحترفين بما أنك أنت. يعني. احتكيت وقربت منه. أو حتى من الدوري الممتاز. مين باك الشمال؟ شايف أنه لاق عليه تيشيرت النادي الأهلي. أو تتمنى تشوفوا تيشيرت النادي الأهلي. لا تعليق. لا تعليق. شكرا لك كابتن سعيد نوارت الدنيا. ربنا خديك. سعدها بوجودك معنا. دعنا سعيد والله سعيد. إن شاء الله بإذن الله. أنا أحتفل ببداية مشوار أهلي أفريقيا قدام سيمبا. يوم الجمعة اللي جاية. ومن بكرة إن شاء الله في السادسة. يوم بعد يوم. هنتابع معكم تمرينات واس. أو عودة الأهلي التمرينات. واستعاداتوا بقى إن شاء الله المطش الجمعة. أمام سيمبا التنزاني في دول السلام. كابتن سعيد نوارت الدنيا. شكرا لكم على المتابعة. تحياتي لكم بكرة حلقة جديدة طبعا السادسة.